السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه ان شاء الله النهاردة معنا وصفة خطيرة جدا هنعمل اكواب البريوش بعجينة جديدة لاول مرة على اليوتيوب هنعملها بالقرفة وبالمكسرات حاجة كده في منتهى الشياكة والاناقة كده ما شاء الله بصوا ولا اجدع حلواني حاجة كده لو اشتريتها من بره تبقى غالية جدا طعمها احلى من اي مغبوزات هتعمليها احلى من الكيكة واحلى من الكروسون حاجة كده ما شاء الله هتجرب العجينة حاجة كده خطيرة بصوا كمان شكلها وطعمها حاجة كده ما شاء الله فاخيرة جدا هتنفعك جدا كمان في رمضان بعد الفطار كده مع كوب بيت الشاي تقدمها لديوفك وبالفهانة وشيفة بصوا شكلها من جوه والمكسرات من جوها خطيرة جدا ان شاء الله نجربها مع بعض بس قبل ما نعملها لايك وشير وسبس كريب لكركدي وطمر هندي اول حاجة معينا معينا كوباية من الحليب الدافي وطبعا اساسي معينا الكوباية تعيري بها كل المقادير معينا كمان عشان نعزز الكومة الغذائية جواها وطعمها الحلو معلقتين كبار من اللبن البودر نزن عليهم بكيس من الخميرة الفورية اللي هي معلقة كبيرة مليانة ونزن عليهم كمان بمعلقتين كبار من السكر البودر تقدر تضيف السكر الحبيبات عادي جدا بس احنا بنسهل عشان عملية ايه ان احنا نصرع بعملية التخمير اللبنة بالشكل ده الخليط السائل مع بعضه وكمان معنا نص كوباية من الزيت طبعا يكون نوعية نظيفة عشان تطلع معاك العجينة حاجة كده من الاخر اللبنة كويس جدا المقادير السائلة مع بعض بدون عجن بدون اي تعب هتعمليها ان شاء الله العجينة التحفة دي جربيها وهتدعيل معنا كمان اساسي معنا في الوصفة النهاردة معلقة كبيرة من القرفة العجينة دي جميلة جدا اتمنى تجربوها وانعجبكم بقى ما تنسوش لايك وشير وسبس كريب لكركدي وتمر هندي معنا كمان الجديد بقى في العجينة بتاعتنا نص كوباية من السميد السميد اللي هو بتاع البسبوسة طبعا بدون اي اضافات اللي هو السادة خالص بدون اي اضافات مش الاكياس بتجيبيه من عند العطار بيبقى سايب بتاخدي منه نص كوباية ضفناها في الاول ليه من غير الدقيق لان سميد البسبوسة بيشرب سوائل كتيرة معنا كمان 3 كبايات من الدقيق منحولين طبعا نخلة حلوة نزلنا بيهم كلهم مقدار مصبوط جدا وهقولك دلوقتي كل التكات والحركات بتاعت العجينة معنا كمان زرة من الملح ما تقطريش الملح مجرد زرة بس للعجين زي ما تعودنا عشان دي عجينة حلوة وبتدينا نقلب يبقى احنا اول حاجة دوبناها الدقيق بتاع السميد لانه بيشرب سوائل كتيرة بصوا في المرحلة دي هتحس ان العجينة طرية اوعي تزودي دي في المرحلة دي لان دي البسبوسة بعد دقيقة كده وانت بتقلبي هيشرب كل السوائل خلاص حسنا كده خلاص هنشيل بقى الاسباتيولة بتاعتنا ونبتدي نقلب بأدينا عجينة سهلة جدا مش هتقودي تعجيني فيها كتير زي ما تعودنا من خمس لسبع دقيق ولا حاجة مجرد بس هنلم العجينة وهنلمها كده مرتين ولا حاجة هتبقى جهزة معين بصوا ابتدى بقى سميد البسبوسة يشرب السوائل كلها وابتدت البولة تنضف معنا خلاص تبقى العجينة جهزة بصوا كمان دليل نجاحها ان هي مش بتلزق في ادينا ولا اي حاج هنشوفها دلوقتي مع بعض خلاص ابتدت البولة ندفت معنا والعجينة لمت خلاص يبقى هي كده مقدارها مظبوط لكن ممكن تختلف معيك تحتاج معلقة حليب زيادة او معلقة من الدقيق زيادة على حسب نوعية ايه الدقيق ونوعية السميد كمان بصوا خلاص فصلت من البولة يبقى هي كده نكحة مليون في المي بصوا كمان ايضايا نظيفة ولا لزقت ولا اي حاج مش هنعجينها ولا حاجة مجرد بس ايه بنفردها كده ندخلها شوية هوا وخلاص على كده بقى الجهزة معين بالشكل ده خلاص هنلمها ونحطها في البولة بتاعتنا وطبعا هنسيبها تخمر حوالي نص ساعة بالطريقة بتاعتنا المعتادة هتدخليها على طول كده بعد ما اتغطيها وتكيسيها كويس تحت البطانية واللحة في الفايبر هتاخد نص ساعة لكن لو ما عملتش كده هتاخد حوالي ساعة طبعا عشان احنا لسه في البرد اهو بالشكل ده وزي ما قلتلك خطوات ايه التخمير بعد ما خمرت معنا وبقت بالشكل ده خلاص هنطلحها من البولة بتاعتنا وهنلمها كده على شكل سوانة بالطول وهنبتدي نقسمها اول حاجة هنقسمها على جزئين وبعد كده كل جزء هنقسمه على ستة اجزاء احنا عايزين اتنشر قطعة معنا علشان نعمل به قالب الكوب كيك هنشوف مع بعض دلوقتي طريقة التشكيل بصوا قسمنا كل جزء كده على ستة اجزاء طبعا على حسب ايه عدد اولب الكوب كيك اللي عندك هنبتدي بقى نحاول نساوي الكرات بتاعتنا لو لقتيها كده صغيرة تغضي حتة من عجينة تانية او لو كبيرة بتشيلي منها جزء المهم اللي اتنشر قطعة يبقى قد بعد كده بالتقريب منبتدي طبعا زي ما تعودنا نعملها كده على شكل بقجة وتنعميها سواء بقى على اديك او الرخامة مفيش اي مشكل لكن لازم طبعا ننتي تنعميها بالطريقة دي عشان عجينة تبقى نكحة معيك اهو بالشكل ده على شكل بقجة كده وتنعميها كده على اديك او على الرخامة زي ما تعودنا مع بعض اهو بالشكل ده كده اهو هوريها لكم على الرخامة كمان خلاص نعمناها نخلص المقدار كله وبحيس يبقوا كلهم قد بعض هنسيبهم يرتاحوا حوالي خمس دقيق مش اكتر من كده جبنا قالب الكابكيك بتاعنا ومسحناها مسحة بسيطة من الزيت معانا بقى جوز هند وفول سوداني مجروش ومعانا مكسرات مشكلة بندق وفزدق ولوز وفيهم زبيب كمان ضفنا لهم علقتين كبار من السكر البودر ورشة بسيطة من القرفة حطينا ليه سكر بودر مش سكر حبيبات عايزين الخليط ده كله يمتزج مع بعضه في الفرن السكر البودر هيعمل كده طبقة حوالين المكسرات المشكلة دي وهتطلع متماسكة معينا فعشان كده ضفنا السكر البودر جربي بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبك جدا هتطلع معاكي كده حاجة ما شاء الله طحفة أحلى من الكابكيك أو أي حلويات تقدر تجيبيها من بر بتعمليها بأيديكي منتهى النظافة حاجة ضمنها وهتنفعك جدا بقى على الفطار أو العشا أو لأي ضيف كده مع كبات الشاي وبتبقى لذيذة جدا كمان في رمضان اعتمديها بقى وسجليها عندك وان شاء الله جربيها بإذن الله ابتدينا نحط الحشوة كده مع علاقة كبيرة مليانة وبعدين بنقفلها كويس جدا طبعا عشان ما تفتحش معانا في الفرن بعد كده بنعامها برضو كده على الرخامة ونبتدي نحطها بالشكل ده بصوا حجمها مناسب جدا بالنسبة لقالب الكوبكيك هنعمل واحدة كمان مع بعض بتفريديها بس إيه فردة بسيطة كده وتبتدي تاخديها في إيديك بالشكل ده هناخد معلقة كده من المكسرات المشكلة معينا ونبتدي نحطها في قلب العجينة اهو بالشكل ده هتقفليها الأول كده على شكل القطايف كده بالطول وبعدين بتبتدي تلميها زي البقج بكده بتضمن ان انت إيه حكمت إغلاقها كويس عشان ما تفتحش معاك في قلب الفرن هنبتدي برضو نعامها على الرخامة كده وهنحطها في القلب بتاع شكلها حلوة جدا وسهلة وبسيطة بدون تعب بدون مجهود بدون عجن كتير هتطلع معاك حاجة كده خطيرة هنعمل واحدة مع بعض كمان وهنبتدي برضو ندفلها المكسرات اللي احنا جاهزناها من جوز الهند وفول سوداني وبندق والمتوفر عندك بندق ولوز ووزبيب وحطنا لهم سكر بودر ورشة من القرفة طبعا دي عشان أكواب البريوش بالقرفة حاجة كده تحفى بالعجينة الجديدة بتاعتنا اللي هي بالسميد والقرفة جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا هنكمل كل المقدار بتاعنا لحد ما نخلص اللي تنشر قطعة بتعنى بالشكل ده كده بقوا جاهزين معينا مولعين الفرن طبعا من قبلها هندخلها على الرف اللي في النص واخر ديئتين هنولع لها الشواية هتدخلها على درجة حرارة 200 هتقعد من 15 ل 20 دقيقة واخر ديئتين هتولع لها الشواية اهو بالشكل ده بصوا ما شاء الله مرته بقى الجميلة ازاي ولا دهنها بيض ولا حليب ولا اي حاجة ده لونها الطبيعي مجرد بس الشواية في اخر ديئتين حلوة جدا ورحتها ما شاء الله مش قادرة اقولك تجيب لاخر الشارع معانا كمان كده شوية شرباط تقال استنينا كده البريوش بتاعنا لما بقى دافي والشرباط معانا سخت وابتدينا كده ايه ندهن نوشي البريوش مش مجرد دهن بس لا عايزينه يشرب كده شوية من الشرباط بتاعنا حاجة حلوة ما شاء الله خطيرة اهو بصوا كمان ادها لمعة وحلوة جدا هقولكو كمان هنعمل فيها ايه بعد كده اهو بعد ما دهنناها بالشكل ده كويس جدا وتشربت كده شوية حلوين من الشرباط عشان تبقى مع السلة معينا اهو بالشكل ده معانا بقى شوية من جوز الهند تقدري في المرحلة دي ما شاء الله بصوا كده شكلها تحفة يعني تكتافل حد المرحلة دي بالشرباط وخلاص على كده لكن احنا طبعا دخلين على رمضان وان شاء الله تعتمديها لرمضان اه فقلنا بقى ايه نجملها كده نخليها بقى ايه كأنك جايبها من افخم محلة حلويات بالشكل ده رشينا عليها جوز الهند بالشكل ده وهنسيبها تهدى شوية وبعد كده رصناها في طبق التقديم بتاعنا حبينا بقى نجمل الصورة بتاعتنا بقى والفخامة قلنا بقى نحط لها شوية كريس حلوين كده لكن زي ما قلتلك لو مش متاح عندك الحاجات دي خلاص بتسقيها بالشرباط وخلاص على كده بتبقى حلوة جدا لكن بصوا بالطريقة دي حاجة كده في منتهى الشياكة يلا جربيها بقى ان شاء الله هتعجبك جدا اهو رصناها بالشكل ده وحطينا كمان واحدة تقدري تحطيها في ورق الكوب كيك لو انت هتقدميها بقى كده مع كوب بيت الشاي بتبقى حاجة ما شاء الله منتهى الشياك بصوا كمان قلبها من جوة حاجة والله فعلا احلى من الكوب كيك نفسه بصوا المكسرات جوها متماسكة ازاي ما شاء الله حاجة كده خطيرة بقى الفهنة وشفى لكل اللي هيجربها باذن الله